وازالك وما بيكم فيديو جديد هوريك في فيديو النهاردة ازاي تقدر تعمل منتاج لفيديو فلوج انت مصوره لنفسك باستخدام الموبايل على في المورا موبايل تقدر تحمل وتمشي معي خطوة بخطوة من الرابط اللي في صندوق الوصف بالمجان او متفتح البرنامج طبعا تضغط على كلمة وتختار الفيديوهات اللي انت عايز تعمل عليها منتاج ولكن اللي انا هعمله هنا مش هعمل فيديو من الالف للياء ده هاخد وقته طويل جدا وشرحه طويل جدا بكل فيلتوف افاكت بدل لما عمله مروا ده هعمله عشر مرات فهختار فيديو واحد مقطع واحد من فيديو فلوج جانا صورته بالموبايل وهي ده اللي انا هعمل عليه منتاجي اختار واحد تاني برضو معاه في نفسه عشان لو الغلاطات اللي انت تتجنبها وزيت صلحها يبقى كلهم موجودين فلانا هختاره هو ده ده بس جيت اخترت المقطعين دول طبعا اول حاجة اعملها ان انا هكتم الصوت فيهم دلوقتي اكيد لاحظت اول حاجة ان المقطع الاولاني بالعرض المقطع التاني بالطول مع انه متصور بالعرض ده لانك لو انت صورت بالابليكيشنات زي ابليكيشن بلاك ماجيك كاميرا هييرى ان الفيديو ده متصور بالطول حتى لو انت عامل الموبايل بتاعك بالعرض فالموضوع بيبقى ريخم شوية ولكن حلها بسيط هتلمس المقطع من تحت بعد كده هتلاقي فيه زي تحديد ازرق خفيف حوالي للمقطع بتاعك في الشاشة بسبعين امسيكوا كده ولفه وكبروا هتلاقي لازق زي المغلطيس وهي بقى مظبوط زي ما كان مرفوض بقى عموض نرجع بقى للمقطع في الاول خالص المقطع حلو مظبوط صوتك كويس مش محتاج تتعمل فيه حاجات كتير ولكن اول حاجة تلفت نظرك هي الالوان الشمس كوي شوية بتجي في الكاميرا فبتخلي شكل الفيديو بهتان شوية فهي اللي انا عمله انا هزبط الوان تبقى لايقه بالذات ان شكل الشمس من هنا يا اوشو شكل الشمس جامد يا جماعة فلا لازم نزبط الوان الفيديو ده فهنحدد كده المقطع الحتة اللي انا عايزي بشكل الفيديو فيه حلو وما يكونش الشمس جاي على اللينس اللي لو عملت على جزء واحد منه هيبوز المقطع كله فهنختار مثلا جزء الشمس مش جايه فيه على اللينس الموبايل هنا بالزبط ونبدأ بقى نعمل edit تمشي للاخر خالص تتكع كلمة adjustment او adjust ونبدأ في edit هنيجي عندي كلمة contrast وهنقل ال contrast شوية وهنزوده بطريقة تانية هتصلح لنا برضو البهتان لما النور بيجي على العدسات الموبايلات وبعد كده نيجي عندي كلمة vibrance تجاوز الساتوريشن لو انت مصور في اضاءة كويسة وبالوان كويسة لو انت مصور الظهر فممكن تحتاج انك انت تعالي الساتوريشن خاصة في الشمس الخارقة لان الشمس كطرتها كطوة الاضاءة بتسحب الالوان فساعتها تحتاج تزود الساتوريشن لكن دلوقتي هنزود vibrance في بلاك بوينت دي بقى اللي هتفيدنا هنقللها ونغمها فهتغمى لنا الصورة كلها 30 ويت بوينت هنفتحها شوية مجاب عشرين هايلايت ممكن نقللها خمسة واربعة شادو هنفتحه شوية اللي تم تشرح نخليها دافية سنة ونسيب الباقي كده حلو جدا نجيب عند الالوان الفردية لان فيه شوية الوان بقى فيها الوان احنا مش عايزينها زي اللون البرتاني عايزين نقلله لانه هو كتير قوي الصراحة وبقى غامع فهنفتحه شوية الاصفر نفس الشيء لانه ده لون الشمس وهتشوفها كمان شوية الاخمر فيه في وشي اخمر كتير ولكن هنسحبت الوان كتير قوي من وشي فهنضيف شوية احمر بسيط قوي ونفتحه كمان اللون الازرق وفيه ازرائيات كتير في الارض ممكن نحن نسحب سنة ازرق ونغمقه فهذا يقصر معنا على السماء ونخلين نحية تركوازي شوية نفس الشيء مع التركوازي نخلين نحية تلاخدر حاجة بسيطة ونسحب منه شوية الوان ونغمقه البنافسيجي والمجنتا البنافسيجي والبينك نسحب منه شوية الوان ونعمل على علامة صحة او بعد كده نعمل كاملة عشان هيتطبق على الفيديو وتشوف كده قبل 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 خطوة بعد كده برضه اضافية ممكن نعمل كاملة فلتر ونعمل مثلا ساني داي عشان اليوم كان مشمس ونقل البابستي بتاعته على 20 وبعد كده نعمل على علامة صحة كده الفيلتر دا بقى شكله حلو حلو جدا كمان مصبوط حتى لون السماء حتى مشبع وحلو فانا كده نشوف شكل السماء عامل ازاي اه السماء شكلها حلو ولكن حاسس ان اللون التيركوازي نباوق يعني اوفر شوية فهنقلله حبة بس كده عشان كده قللته في الاول وسحبت منه لون لانا عارف ان السماء تبقى باينة وسطعة جدا وهيبقى لونها جامد نجعل دا المقطع التاني هنا بس انا كنت ببص في الاول للكاميرا وبعد كده بدأ تمشي عايز اخلي الجزء دا سريع وبعد كده يبطأ فهستخدم الكيفريم انيميشا فانا نعمل عندي كلمة سبيد دي بس مش في المقطع دا انا عايز المقطع الاولاني سبيد وكيرف ونعمل ممكن نعمل حاجة زي فلاش ان بص اللي خاركة فيها خشنا فهنقلل دي كده وانا بص شمال ديت ممكن اضيف واحدة اد تاني وبعد كده نعمل اد كمان ونبطقها حاجة بسيطة بالشكل ده هتبقى بالشكل ده برضو الوقت انها بقى سلو موشن بعد كده نعمل ضيف واحدة كمان ونعلي دا بقى كده ونعمل واحدة كمان ونعليها برضو هنا كده فكرة ان التوتش مش بتبقى شايف صبعك فاني مشكلة صبعي اكبر من علامتين ممكن ببعض وبعد كده نعمل صح نعمل مقطع بالشكل ده شكل لذيذ وحلو وطبعا احنا عملين تلوين من قبلها ممكن برضو اضيف استكارات هنضيف مثلا لايك وشير والكلام ده فانيعمل لايك واند سبسكرايب اهو وطعت اللايك والسبسكرايب نخلي دي دي عجباني اكتر ندفها ونخليها في الجنب كده نقص نصغرها بقى ونحطها هنا ونخليها في الجنب كده هنا اهو عشان هو الشمس جمدة وتحسك اننا في الصيف اصلا احنا داخلنا عليه ربنا يسطر بجلب مباطقش في الصيف ممكن نعمل ستيكر وممكن نخط شمس فوق راسي وعمل عليها تراكنك اه بصنا واحنا ضغطنا عند كلمة تراكنك بس نخط المقطع احنا عايزينه فنقص كده ونقدم شوية نقص ثاني ونعمل تراكنك في الجزء ده نجيب الاول السماء او الشمس عايزين ستيكر ونميلها شوية بالشكل ده نعمل علامة صح ثاني ونعمل بعد كده ثاني ستقامك ثاني ساهمك يقولك عمل تراك على عيني ثاني ستار تراكنك ثاني ستقامك ستقامك لغاية المقطع الاولاني ثاني ثاني ستقامه المنقصه من النوع المده اللي اريدها نعمل بلغامة بشكل ده ويمكن في الانترو اثاني لستهيئا تتحركة للجسم بادي افاكت اوبن اند كلوزنج اللي هو اللي تفتح المشهد او سيريكل اوبننج ديت اللي هو كده شكلها لذيذ وتغير وتكبرها وتصغرها زي ما انت عايز فشكلها جامد جدا برضو ممكن انك تعمل اناميشن او كيف ريم للا اي حاجة عندك في الفيديو عبدا او في الابليكيشن مثلا عندنا كنا اللي هو الاستيكر ده بتاع انستجرام انا عايزه اتحرك يميني لشمال مثلا في مربع كده عليه زائد اضغط عليه فاضفت كيف ريم امشي شوية اعمل مربع تاني وحركه كده هو نمشي تاني اعمل كيف ريم كمان امشي شوية اعمل كيف ريم حركه كده هو وابقى عندك حاجة بتتحرك في الشكل اللي انت عايزه كده هو وبصوا عندما بيجي على كيف ريم بيعمل لك بتكبر كده وبتصغر فيها اشكال لطيفة جدا الصراحة فانت عندك افاكتات كثيرة وحاجات برو فيتشارز كثيرة تقدر تستخدمها وتقدر تعمل اللي انت عايزه وتعمل بفيديو فعلا ما تنسوش انك تعمل لايك على الفيديو تشك في القناة مش مشترك تعمل شوية لكل صحابك واشوفك الفيديو الجاية سلام